اشتركوا في القناة خاصة فيه حبينا نستضيف اليوم معنا رحب مع بعض الشاعر الشلات أحمد البادي بساك الله بالخير يا بساك الله بالنور و أخي محمد أرحبك و أرحب بالمستاذ المستمعين و المشاهدين الكرام أتمنى أنني إن شاء الله أقدم شيء يعني يناري لأعجابكم و إن شاء الله تستمتعون و تستنسون بينا لا إلا إن شاء الله ما أدري يا أحمد كيف كانت بدايتك مع الشاعر الشلات طبعا بدايتي كأي شاعر شلات أو مؤدل الشلات أنا طبعا ما بشاعر لكني مؤدل الشلات و ألحم بعض الشلات بعض القصائل بدايتي طبعا في المدارس بعض الحفلات البسيطة يعني في المنطقة ويأنا و شوية شوية و الحمد لله أني اليوم وصلت لقناة نجوم طبعا أشكر السادسي العبدول أن أتاح لي الفرصة أني أقدم شيء اليوم نحن نستفتح معاكم بشلة تفضل ما تسمع الشلة إن شاء الله ستكون من كلمات الشاعر كبير محمد بن ذيب المري أتمنى إن شاء الله تنهي لعجابكم وعجابكم تسمعي تفضل ألوها لبيه فاضي واشتبي يا مر يا جرح القلب جرح لو رحل تدمى تعبانك أني عيون المغرم السامر لكن أنا غير أشرف وغلا واسمى في رأس أبوي العزيز وعزوة الدامر ورجى لي يا معزاوها في كل حمى مخزن اسمك بجولي باسم عمر إلينا شيخ تسم عمر على الأسمى وقصيدة محمد المكتوم والسامر وبدعي قيس الملوح وابن بيس المام لقيتها في محاية وجهك الغامر مثل السراج المني رفعت متى الظلمة ونهدك الراهيل متناسق الثامر مزموم ولا غلاء يشتد باهو أزمى أشوته اللي صنى ها حظي الدامر جمهورها دامعتين في محجر المرمى تتوقع الهجر طامة حلوة اللامر الحل واضح لكن قلب الفرق أعمى الحل واضح لكن قلب الفرق أعمى سؤال جميل جميل صح الله لسانك يا شهاب صوت جميل أمانتنا وداء رائع ومتفرد أحمد خبرني هل تأثرت بأحد مؤدي الشلات الموجودين في الساحة أكيد أكيد أن كل شعر شلات أكيد تأثر بأحد قبل والروادي الذين ت consistencia عن هذه المزيفة سبحان الله أم أنني أحبت أكثر شلات فرق أعمى يوجد بعض الزلات من و بعد من الشعراء الموجودة في الشعراء الشلة هل تسمع الشعراء الشلة غير الموجودة في أمور الإمارات مثلاً في إمارات أو في دول الخليج أخرى أكيد أكيد يعني حالياً الشعر شلات العذب و هادب نجابر المري هذي في السعودية ما شاء الله يعني في دول الخليج ما شاء الله ماذا يعني في الدين الجميل لا أدري يا أحمد هل تكتب شلاتك لا طبعا أنا أم شاعر أنا أم أدل الشلات وألحن بعض القصائق ما دي تسمعنا شيء من ألحانك أكيد إن شاء الله طبعا هذا تعامل يكون أول عمل لي الذي هو مع الشاعر سعيد من في النهل الجنيبي من ألحاني أنا وهذا أول تعامل إن شاء الله قريب راح ينطرها الأسواق جميل بتسمعنا إياها هذه القصوية من ألحانك إن شاء الله من ألحاني ومن كلمات الشاعر سعيد من في النهل زين تفضل تعال دافي خافقي واشعل من اللهفة شمور تعالوا وامساح الجفون اللي صراخات وينك بيك يا وحشة أيام البعد قل لي متى وقت الرجوع كم عاد قد لي انتظر والوقت يمنعني يجي كم باتت عيوني تمال في وسط سجادة خشو تبكي تجود وتبتهل وعروق صادري تحتري متى نجي نسمع بعض نحكي سوالي في الظلوة نزرع عمل نجني لقاء تصبح حظن ويكي عليك يكفي بعاد يكفي ألام يكفي شقاع يكفي جزو يكفي أشوف الكون أنت والبشر تذكار فيك يكفي أشوف الكون أنت والبشر تذكار فيك جميل جميل صح على لسانك صح على لسانك صح على لسانك الشعر اللي كتب القصية ما أدري هل من الشعرات اللي اللي ودك أنك تتعامل معاهم يعني تلحن قصائدهم تقدمها لكشلات والله هذه الفترة هل يشعر معين في بالك؟ حالياً لا يوجد من الشعرات السعوديين المعروفين سعد بن جدران تحب تسمع له وتحب تلحن جميل ما أنا صوتك جميل أحمد أكيد تعرضت لموضوع لحد يقول لك لماذا لا تدخل مجال الغناء لا تغني هل لقنية في أن تدخل مجال الغناء مجال الغناء والله لا لنية ولكن أنا أبقى على فن الشلة على الأقل أن يبقى في شلات لأن الآن لو تلاحظ في الساحة الفنية لا يوجد شاعر شلات الذي يمكن أنت أخي محمد و غيره لا توقع أنه فيه لا يوجد شاعر شلات يمكن أن يكون بعيدين على الإعلام أكيد جميل نلاحظ عليك أحمد في بعض ألحانك متابع لك لشلاتك التي تقدمها كثير من ألحانك ليس للجو الشعبي الإماراتي الإعماني الذي موجود معنا موجود لغرب الخليج للشلات السعودية ما هو سبب توجهك و حبك للشلات أو للشلات التي تقدم في غرب الخليج؟ شعر الشلات السعوديين في السعودية حسيت أن ألحانهم تلامس صوتي أو قريبة من صوتي لكن طبعا ليس تقليل و تنقيص من تراثنا في عمان الإمارات بالعكس لدينا الكثير من الأشياء و أقدم كل شيء السعودي و غيره لكن يمكن أن أسمعت لك حسيت أنها ملامس صوتي جميل و عندهم أكثر فنون كثيرة فنون كثيرة ما من الفنون التي تحب تسمعها من هذا والله هناك كثير مثلا يعني مثلا فن الزامل عندهم جميل فن الزامل طبعا هذا فن سعودي و ممكن أيضا هو ليس سعودي كثيرا ما هو قليدي سعودي و يمني و يقدم فضفار لكن كل واحد يقدم بطريقة و حتى في الإمارات موجود موجود في بعض القبائل يقدم في الأعراس مما سبا حلو ماذا تسمعنا الآن؟ سمع الزامل أو لديك شيء آخر والله مدام الآن طرينا الزامل سأسمعكم الزامل جميل سمع الزامل سمع الزامل سمع الزامل سمع الزامل تصف تقلي بغض أو لديك في العديد يمني يقصد تصف تقبل سمع الزامل عن صف من الجمال الحج بيت الله وزار المدينة وصلى بالحرم مرحبا بالرجال اللي تدوس صعايب وترثى للخوي نفحة العودة الأزرق والدلالة المباهير يقفاها شحم فلكم والعوايد بين الأجواد تبنى على أساس قوي والزمال عشانا والوقت كايد والله الحل ما نخلي العوايد عزتي للي يخلي رفيقه الله حل جميل أنا لم أخبرت قبل أن هذا زاملين هذا زامل بروحة و هذا زامل روحة لكن هنا مزجت بين الزاملين جميل الطلاعك جميل عموما أكيد أن الشعر الشلاء والمؤدي للفن الشعبي بشكل عام جميل أن يكون مطلع لما يدور حوله من الفنون أكيد أحمد في كثير من المسابقات الشلات التي صارت مسابقات لم أفكرت أن تشارك في مسابقة بالله طبعا فيه حد من الناس الأقرباء لي يقول لي أن أشارك لكن أنا يمكن حسيت أن أخاف أن أشارك و يخذلني التصويت مثلا ليس أني واثق من نفسي بالعكس كل الثقة موجودة نعم لكن إذا صار هذا الشيء جميع الناس سيحسبون أن أحمد البادي لم ينجح لكن ليس المفترض أن تعرض نفسك في مسابقة أنا أشوف حاليا أن ما في شيء يظهرك أكثر كشعر شلات طبعا غير المسابقة لإعلام المسابقات جميل نسمع منك شلة أخيرة و يقال أن عندك شلة حزينة أريد أن تسمعنيها لا أدري شلة حزينة حزينة أو القصيدة قال لي أنت محاضرا و لا أريد أن تدخل فيه جو الحزني لكن تسمعنا الشيء الجميل الذي عنده الشيء الجميل إن شاء الله تنهيها بشو؟ هذه هي شلال أخيرة اللي ستكون نعم إن شاء الله لا أدري والله أنا محاضرا نشوف شيء اللي أقرب يا دار ترفين الصبا وين خلي وين الغضي يا دار أخلي وشوقي دار أمبها اللار أم ترتع بفلي مربى الوضيحي لي جمالي شوقي اللي عليها الدمع مائض محلي همال على الوجنات ذا رفد فوقي باه المحيال حديث يسلي أهوه لو تزعل جميع الخلوقي يا طير ود العلم عني وفلي ود الخبر لديار حلو صدوقي لي عسعس الليل بظلامة وحلي جد السفر من قبل طلع الشروقي لديارهم يا طير شل المثلي من خاطري لصوحبي ومعشوقي ولا تراني في الموام استعلي وانطالت الأيام يزداد عوقي الله 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 يا أبو جاسع يا أبو شهاب على هذه الشلات الجميل وعلى الصوت الجميل الله يحفظك إن شاء الله ما أدري يا أحمد نحن وصلنا معاك لختام اللقاء معاك شو الكلمة التي تحب توجهها للجمهور والله أقول لهم أن يسمعوني إن شاء الله و تابعوني على تويتر و تويتر و تواصلوا موقع تواصلوا جتماعي و أتمنى إن شاء الله يعني أقدم المرات الياية شيء أفضل جميل و أشكرك و أشكر جميع إن شاء الله نحن نشكرك على حضورك و على صوتك الجميل و على حضورك الرائع مشاهدين الكرام نطلع لهذا الفاصل و بعدها نستقبل ضيهنا الثالث اللي معانا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة